السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم ويوم جديد ومنشت والصحافة المصرية والوضع في مصر بصفة عامة النهاردة 4 مارس 20 22 طيب أعتقد يعني حاجة حنقول لحضراتكم عليها وانتوا يقدين بالكم منها كويس جدا في السنين اللي فاتت جوالات الرئيس المعتادة يوم الجمعة والحقيقة دي ما مشوفهاش كتير في دول يعني محيطة بينا وما بلاحظهاش كتير في رؤساء دول انه يوم الجمعة اللي هو يوم الأجازة الرسمية أو يوم الأجازة الرسمية في أي دولة انه رئيس الجمهورية أو المسؤول الأول عن البلد بيقوم بجوالات في هذا اليوم وجوالات ايه لا جوالات مهمة يعني جوالات الرئيس المعتادة بقينا بنستنى الخبر بتاعها كل يوم جمعة طالما الرئيس داخل البلد النهاردة الرئيس تفقد الأعمال الإنشائية بعرض من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية اللي بتربط بين شرق القاهرة وغربها تخلي بقى لحضراتكم تاني بين شرق القاهرة وغربها جوالات الرئيس دي بتقول رسائل مهمة منها المعلن ومنها اللي بين السطور الرئيس عايز يدرسالة للكل وعلى رأس هؤلاء المسؤولين إن فيه نظرية جديدة في العمل اسمها 24 على 7 إيه بقى نظرية 24 على 7 دي؟ هي إن العمل والإنجاز يكون بمعدل 24 ساعة في السبعة أيام يعني السبب تحد 2-3-4-5 جمعة هنا مفيش أجازات هنا فيه شغل يوم الجمعة ده بقى بالزاد بتلاقي الشغل يعني الوتيرة بتاعته زيادة شوية بس دايما تلاقي سات الرئيس في الإطار ده يعني الحقيقة يعني تشايف إنها يعني الرسالة واضحة أول من غير لف ولا دوران الرسالة واضحة أول لازم ظروف اللي إحنا فيها لازم نزود حجم المنجز من المشروعات لازم نقول للناس إن إحنا إدنا على إيدكم لازم نشوف الإنجاز تم بنسبة كام لازم نراعي حجم الإنجاز لازم نراعي جودة الإنجاز وده شيء كويس أول طب الرسالة التانية من الجوالات دي الجوالات دي بقى لها أكتر من 100 أسبوع يعني كنت بتناقش أنا وزملائنا في الأهداد لقينها تقريبا 100-102 أسبوع وهي إنه مش بيقابل الوزير المختص بالمشروع ولا المحافظ لا بيتكلم مع المهندس المسؤول عن القطاع اللي بينفذ هذا الأمر تقديرا منه لحجم المسؤولية طبعا هو في الأول والآخر ده الوزير ده المسؤول المنود بتنفيذ المشروع والذي يقوم بالسؤال والذي يقوم بالجولة والذي يقوم بالإحاطة والذي يقوم بتطبيق هذه النظرية هو رئيس الدولة المسؤول الأول في الدولة وزي ما حضرتكم كنت شايفين على الشاشة على فكرة إحنا لو جبنا كل الصور بتاعة المية واثنين مشروع المية واثنين أسبوع اللي فاتوا يعني تقريبا في حدود سنتين ويه هنلاقي إنه الصورة متطبقة رئيس الدولة واقف بيتكلم المسؤول عن المشروع ماهوش محافظ ماهوش وزير ماهوش يعني ايه من الناس المعروفة من الوجوه المعروفة في الإعلام من اللي حضراتكم بتشوفوه مش بيقعد في اجتماعات مجلس الوزراء والآخره لا بيتحدث في هذا الأمر ويعني وده اللي عجبنا الحقيقة يعني فكرة إنه كلنا بنشتغل مش الوزير بس ولا رئيس الدولة بس ولا رئيس الجمهور ولا رئيس الأزرة بس كلنا بنشتغل بس لما يكون فيه المسؤول الأول عن العمل شايف خلي بالحضراتكم شايف كل الأبعاد يعني مهمة قوي دي إنه أنت حضراتك شايف المشكلة من وجهة نظرك أنت التاني شايف المشكلة من وجهة نظرة التالت شايف المشكلة عند رئيس الدولة أو عند المسؤول الأول أو عند المسؤول الأكبر أو عند المسؤول اللي قدامه كل الملفات شايف الصورة أوسع شايف الصورة بزيادة بقى شايف الصورة بالإطار اللي يحكم هل المسألة مشة بالصورة المنطوبة ولا لا هنا زي ما رأي حضراتكم الرسالة التالتة مثلا إنه بينزل أماكن زي ما انتم حضراتكم مفيش في اي مسئول هديكم مثال مثلا منطقة مسترد اللي الرئيس تفقتها اكتر من مرة فيها حجم مشروعات بتتعمل فيها كبيرة اوي سهمت في نقل المنطقة نقلة مختلفة واثرت على النظافة والعقارات وغيرها المنطقة دي يعني حقيقة ما كنتش تعتمش فيها اوي تحس فيها مطباط تحس فيها مشاكل تحس ان فيها بيئة مشتمام تحس انه في ناس بعض المصانع هناك لا تتعامل بالاسلوب الامثل ولا يتناسب مع صحة المواطن دلوقتي الامر اختلف من 3 سنين الامر اختلف بسبب القوامة المترقمة كل ده تصلح وعشان كده ما كنت تروح كبرى مسترد لميدان المطارية كنت عايز معجزة رغم ان المسافة بينهم وبين بعض حوالي كيلو كيلو ونص بالكتير كيلو كيلو ونص يعني المسافة ما بين مسترد والمطارية بسيطة لكن عشان تروح مش بسيطة ممكن تاخد مثلا ساعتين ممكن تاخد ساعة ونص ممكن تاخد ساعة لرب بس لو انت ماشي في الطريق شيء من الادمية بيفقد لانه انت بتحتكب عربية عربية تحتكب عربية والزحمة اللي في الطريق والمسألة مش على ما يرام الوضع هنا اختلف الوضع هنا اختلف خلي بالحضرتك انه في حاجة اسمها نحية نفسية وانت راكب العربية هو والله نحية النفسية وانت راكب العربية نحية نفسية وانت ماشي في الشارع نحية النفسية وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتقوم بأي نشاط الناحية النفسية دي مهمة كل ما يكون الناحية النفسية معقولة بتنجز أكتر بتحب اللي انت بتعمله أكتر فتخيل بقى انت رايح مشوار تحس انه هيتقضى في 7 دقايق في 10 دقايق في ربع ساعة بتاخده في ساعة وانت رايح بقى حامل هم المشوار يعني الزحمة بتاعة الطريق هو الأخ ولذلك بقول لحضراتكم ان الجوالات دي مش عشان المئة أسبوع ولا المئة واثنين ولا المئة وثلاثة أسبوع لكن في نوع من أنواع المسؤولية الكبيرة أنا لا أكتفي بالست إيال لازم اليوم السابع ده ولا أعتقد أنا في وجهة نظري ان اليوم السابع ده اللي هو اليوم الجمعة ده بيدي مؤشر مهم انه المشروع يتم بيدي مؤشر مهم ان المشروع جودته كويس بيدي مؤشر مهم ان القائمين على المشروع في الفترة اللي فاتت ماشيين بمعدل كويس بيدي مؤشر مهم ان حجم الإنجاز بصورة عامة قدام حضراتكم وقدام المسؤول الأول في البلد ماشي بصورة كويس فده بيدي له برضو نوع من الإطمئنان خلي بالحضراتكم قال له كنت بقى سأل الدكتور عبد المينة مسعيد كان طبعا معنا في حوار مبارح فكنت بقى سأل كده يعني قبل الحوار يعني الحوار كان إنساني زي ما حضراتكم شبتوا مبارح فكنت بسأله الحقيقة سؤال يعني للتسكرة يعني أو للفهم هو احنا ماشيين صح قال لي آه على فكرة احنا بنسعى ده الدكتور عبد المينة مسعيد بنسعى إلى بما يسمى بالفعل مصر جديدة بنسعى إلى بيئة جديدة بنسعى إلى بنية جديدة خلي بال حضراتكم من الثلاثة بيتكلم على مصر جديدة بيتكلم على بيئة جديدة بيتكلم على بنية جديدة فانت أستاذ علوم السياسية بيتكلم في هذا الأمر هو ما هنا ما بيدريش عيوب لا ده هو من مهام مسئولياته أستاذ العلوم السياسية إنه لما بيحلل بيحلل وفق القواعد المعمولة قدامه وفق الواقع المعمولة قدامه فبيقول لحضراتك احنا ماشيين صح احنا البيئة الأساسية الموجودة البنية الأساسية الموجودة المصر الجديدة الموجودة لا ماشيين فيها صح حتى أنا كنت بقول له مثلا واتريت المشاريع قال لي لازم تتعامل كده خلي بالحضرات لازم تتعامل كده لازم تتعامل بطارية دي ومش ممكن أن تتتعامل بطارية غلط مش ممكن أن تتتعامل بطارية غلط لأن جدية خلي بالحضراتكم من اللي جاية دي لأن جدية الطرح من جانب رئيس الدولة للمسؤول لا تحتمل أن يكون فيه أي خطأ أنا عايزها كده تبقى كده عايزها بالطريقة دي تبقى بالطريقة خلاص السيستم بتاع رئيس الدولة اتعرف عند المسؤولين في الدولة فبالتالي مفيش أي غلط ولو الغلط حيكشف أو حينكشف لو فيه أي خطأ لا خلاص هنقف عن الخطأ لا تبتعال ولذلك أنه ما يكون مثلا فيه اجتماع أو فيه افتتاح مشاريع ما هو الأخر ما بيطلقه رئيس الدولة بيطلب من كل مسؤول في الحتة دي أنت عملت إيه أنت رحت فين أنت جيت من إين حجم الإنجاز كذا حتى كان آخر اجتماع أو آخر افتتاح بنتكلم مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الحقيقة أنا ما ببقاش وقت بالي أنه رئيس الدولة في ذهنه التواريخ اللي بتكلم عليه قال له فيه مشروع فيه كبري مش عارب بنعمل فيه كذا كذا ده وزير الإسكان بيتكلم فسياد رئيس بيقول له هو أنت مش كنت قلتلي أن الكبري ده أو الجسر ده أو المشروع ده هنفتتحه قبل كده قال له ما شاء الله يعني حضرتك أسان الرئيس فاكر آه فاكر فبالتالي رد عليه الدكتور عاصم الجزار قال له إيه قال له آه يا فندم بإذن الله هيفتتح قريب قال له لا ديني معاد قال له تلاتين ستة الجاي هيكون خلاص الرئيس اتنقل اللي بقى للمشروع اللي هو جاي بقى أساسه على فكرة ده حاجة عظيمة جدا أنه صاحب القرار أنه الرئيس بتاع الحاجة يبقى مسؤول عن كل حاجة بال يعني بالمتابعة بالمتابعة الدقيقة بالمتابعة الجيدة بالمتابعة المتميزة بالمتابعة هو اللي بيروح يدينا نبز على التقرير هو اللي بيقول لينا اعمالوا التقرير دي شيء على فكرة شيء محبف قوي قوي لفكرة المسؤول النشط لفكرة المسؤول اللي عايز يشتغل فكرة المسؤول اللي عايز ينجز فكرة المسؤول اللي عايز يؤكد ويصمم على حجم العمل اللي موجود فيه الجوالات دي يوم الجمعة ده بالنسبة لي يوم من الحاجات العظيمة بالنسبة لي طيب صحب بكرة ماشية على هذا النحك وده برضو شيء جيد كان ممكن اركز على موضوع اوكرانيا ممكن اركز على موضوع روسيا ممكن اركز على المشاكل الموجودة في العالم ده موجود في كل حتة موجود في كل مكان في الصحب بتاعتنا بكرة وفي المقالات وفي التحليلات وهو الاخر لكن هنا كل دولة برضو منكب على نفسها ومنكب على مصلحتها ومنكب على شؤونها فبالتالي لاقي بكرة مثلا صحيفة زي اخبار اليوم وده العدد الاسبوع بكرة بإذن الله بنلاقي انه فيه تأكيد على هذا الامر تأكيد يعني عنوان الرئيس الرئيسي تفقد أعمال المشروع القامل لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى أسيس يوجب مراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في المحاور الجديدة هكذا العنوان الرئيسي لصحيفة أخبار اليوم لكن هل الصحيفة تكتفي بهذا؟ لا الصحيفة الحقيقة عاملة ملف رغم انه اليوم الشهيد لسه يوم الأربع الجاي يوم تسعة مارس وحضراتكم تعرفوا طبعا يعني يوم الشهيد لي تسعة مارس لأنه ده رمز اعتزاز وفخ بأشرف دماء سالت من أجل الدفاع عن الوطن وكان تسعة مارس اللي هو الف تسعمائة تسعة وستين تخليدا لذكرى الشهيد الراحل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة